ده مثلاً برضو ببنقى ما كنتش على المنطقة بلعب كتير بعين اللوم بتلفد النظر بتقولك مثلاً ودى عينيك أول تفضل تفضل في الوقت ممكن يكون خاسس عشان ده في الغلقة ما نقصقش ما ينفعش يحصل نريبه خاسس عشان إنه متنطط ويلعب كتير لأ طبعاً specific dynamic action إنه ده بالأكل اللي باكله ممكن يتبذل معاه طاقة تخصرني طاقة هذا ما خص وأنا باكل أحسن حسان له الأمهات اللي اللبن بتاحهم والفيدنج باتر متاحهم مش ماشي صح في المرس الفيدنج حتى والوات بيخس ممكن ترضع القضية بتاعتها إنه هي تسيب ويرضع فترات طويلة قوي قوي زيادة عن اللازم حتى الركومنديشنز الأخرانية بدأت تتغير شوية الأم سايبها ساعة ونص بيرضع مية في المية الملك فلو بالنوات بي equal to the amount of energy of cycling فحلايي نفسي في الآخر البالانس بين الانتيك وبين اللوصز اللي هنا حتكسمها specific dynamic action أنا بافقت كتير قبل بيزا الميتابوليك ريت الوالي اللي طوله النهارة عمال المندة بيلعب سبيشال في السن بتاع من السنة لسنتين ونص طلت سنين ده بيعاستو بيكسب نور الانفيرومنت فبيلعب قبيل درجة مربيانسة نفسه ما بيأكلش الاكتيفيتز برده تابع يعني مجهوده ولا البيزا الميتابوليك ريت بتاع الحرارة او بتاع التاكيكارديا البيزا الميتابوليك ريت اجراث مرحلة اجراث بتحتاج كمية أكل كتيرة زيادة عم بلازم شوية المهم فلو مسكنا النيوتريانتس وانت بتحسبها اللي بياخده ده كويس ولا وحش مش بس اموت ده كمان مش كوانتيتي بس فمسلا لو اوزن طرف اللي سنه سنة ونص ولا يوزنه مثلا 14 كيلو والقوم بتشتكنه وبيأكلش ما تطصش على طول طب يعني ايه ما بيأكلش حتى اكتشف انه بيشرب بس هو ميرك فيدر بس او بياخد جوز مثلا او طوله النهار بيأكل بطاطس مثلا محمرة والحاجات بتاعتي ما بيأكلش كميات الاكل الكافية الاكل او نوعية الاكل كافية ان هي تعمله الامور تمشي كويس انا كدكتور حكتشف انه حشوفه اناميك حشوفه عنده لكن لو بصيت بس الوزنه لوحده كبرامتر هعتامره كويس ده يمكن الام النصحة حسيت ان الامور مش ماشية كويس هو ايه اللي بيأكلوا ده ده هم ثلاث حاجات العملي ايه يأكل فيهم يبقى كونتيتي اند كواليتي are very important to identify في الفيسيكا تاين عندك متلتي او استركشل البروبمز اه سواء عنده مشكلة في البلع عنده مشكلة في الاسافيجس نفسه في ناروينج او في ريفلاكس او في ديس موتيليتي او اكاليزيا او جاسترايتس او ديودينيتيس عنده فارنبادي عنده مشكلة عنده مشكلة دراجز بياخد ادوية لو راجعنا مثلا 90% من ادوية الاطفال اللي احنا بديها اورن جاست الكاريتات حط كده كل الانتي بايوتكس وكل الانتي بايريتكس فوق بعض كده حيطلعوا جاست الكاريتات ودول المستكامل في البراكتس بتاع الاطفال وبالتالي عنده مشكلة وبعد ما خلص المرض بتاعه مش قادر يأكل شكوى تحترم بالشدة جدا يا ترى ايه الفي الخرق من فيدنج وإيتنج ايتنج بيأكل نفسه فيدنج فيه حد بيأكله يعني السن الصباية تباسمها والسن الاكبر اسمها ايتنج فلما نفتح كتب السايكاتري ونلاقي عنوان اسمه ايتنج ينفع عد 7 سنين و 8 سنين و 12 سنة و 20 سنة زي ما يقول ايتنج بروبلمز زي الانريكس و زي البوليميا مجموعات كده من الامراض كده لكن فيدنج بروبلمز بقى اللي بقى موضوعنا النهاردة بتاع السن معتمد على غيره المشكلة الحقيقية اللي قبلتنا ان احنا نعرف يعني ايه فيدنج ديفيكلتز مشكلة هتعوجه ان يوصله الكمية الكافية من الاكل بتاعه وكان زمان يستخدموا بعض الاسماء فيدنج ديسوردرز فيدنج ديفيكلتي فيدنج فيدنج بيكي وشايلد يا ترى هالدول لهم نفس المعنى ولا لا الحقيقية فيدنج ديفيكلتز هي احسن واحدة ليه؟ لانها هتسمح لي لفهم البروبلم وفهم النيجري اوف سيفيري بتاعتها وحتخلينا دور لها على اتيولوجي وانا ماشي ماخدهاش كده كأنها ترمينولوجي كأنو دياجنوس ما اقول فيدنج دياجنوس لانما ما اقول فيدنج ديفيكلتز كلمة بيكي الناس بطلت استخدمها شوية لانها لغه عامية أكثر منها لغه عالمية اكثر منها ملغه علمية الأم ممكن تخش تقولى ابني بيلقط اعما انا اقول لها ايه؟ لكن انا ما تقول يبني عنده ايه او لها يبني بيلقط ما انا عارف يا دكتور ما انا اللي بقول لك فهو ده ده عارف كلمة بيكي بيكي يعني بيلقط حاجات كده وخلاص وبالتالي استخدامها مهواش فريق scientific term انا اول شيء كلمة disorder ديت يمكن تخلي الناس تتخط لانه عامل زي الامراض الخطيرة فاتخدقوا يعني مش هيخف يا دكتور يمكن يبقى مرتبط في الزهن الده وبالتالي كلمة difficult احسن ساعة كلمة نيوفوبيا اللي هو الفوف من كل اكلة جديدة ما بحبش اجرب يعني بس ده symptom مش ايه مش disease نيوفوبيا جزء من مرض وليس مرض وبالتالي وإحنا بنتكلم عال feeling difficult is there should be an idea ابا والتا food الفود اللي انت بتديه لا ايه كميته نوعيته الطفل نفسه مشاكل ايه ابا طايت ايه مريض ولا مش مريض عنده psychological problem ولا ما عندوش ثم نخش على التيرت الام نفسها بقى stable ولا لا فهمة ولا لا educated aware فهمة لنظام الكميات النوعيات للام في ديمين مكتير اوي ساعات احنا كدكات الاطفال تبقى نفسك تبعت الام الدكتور لا بسي اشخصي بس ايه مع تعمل زحوب مصطفى اللي ايه جات لواحدة وكتر ما بتجينه بمشاكل خير حقيقية اللي هننصحك نصيحة واحدة جدا عني صاحبي للدكتور فلان بتلميز عكاشة انا عايز امعاتك فيه وبعد ساعة بالضبط عينك ما تشوف المجنون السكنتير بتاعي يطرب التاني الجوز هاي ايه وكصيبة بقى انت بتقول على مراتي مجنونة انا عندك مشكلة عندك انت مشكلة بقى قانونية فهو دخل لي المكتب مراتي مجنونة قلت له هقولك حاجة قال لي قلت له كل اللي برا دول عارفين ان انا شاط قال لي اه قلت له لو واحد يعرفك هيعرف ان مراتك مجنونة خلاص بعد اللي انت قلت له ده انا قلت له فوضة مقفولة وانت فضختها ببص الناس بعد ست شهور لقيته جاي يقول لي متشكرين قوي الحقيقة انا اكتشفت ان انا مش مجبس مطلقش مباطم مطلقش مباطم يعني انا ايه مش قصلي ستات بس ورجالة كمان يعني ممكن راجل هو ديطلع هو المشكلة ممكن ديطلع الراجل هو الحقيقة المشكلة عشان كده احنا نكون بس يمكن في مصر والدول بتاعيتنا الشرقية الام هي الحبيبتي شايلة ايه الشايلة كلها فعيوبها بيدان لكن الراجل باعت قضيان قد ايه كومانو المشاكل ديطلع شوفوا بقى الابحاث بتاعيتنا بره في العالم قالوا ايه باعت لي 70% في عين شامس فيه بحثين منشورين دوليا على بالاسماء كده الدكتورة سناء يوزف والدكتورة مي نصار والدكتورة هضا لطفي عاملين ابحاث نشرها دوليا يعني 61% و 67% يعني نسبة عاجية جدا يعني كترتين العيال اللي بنشوفهم عندهم مشاكل سواء انت اكتشفتها او ايه ما اكتشفتها ولسه منقش ارسال الدكتورة مع الدكتورة سوزان في جامعة قناة السويس 57% يعني 60% في النية برضو يعني يا جماعة مش فرقة من بلد لبلد ومش فرقة من ستاندرد لستاندرد الدنيا واضح We are facing a true problem المشكلة الاساسية ان الامهات وصلوا مرحلة في الفترة الاخرينية بطلوا يتكلموا على الفيديم نفتة اسم الكتر لماذا كترت الاطفال سنده نفسهم اوزن حلب خلاص طيب بلاش تاوزن الوقت حتى خاسس يعني ومعندوش مشكلة ولا عندو مشكلة ما انا مش هيفها عشان قصة الورجانيك مش كتير قوي فما قدميش facts اقدر اعالجها حتى ولا شخصة قد تتروح شدة المرض من خفيف قوي الى اوتزم على فكرة ممكن يبقى السبب بتاعه اوتزم بس ده الانكم ما نخدوا بانكم من رسمة دي كبيرة قوي ودي صغيرة قوي الحاجات السفير مش common قوي والحاجات الخفيفة very common واحنا نفوتنها ما كل الكتر بقت عندنا tendency بتاعي هو مين بيأكل اليومين دون ما هي العجل انت كل شبسي وعصائر ودلمر وخلاص السبب في الاختلافات في الـ prevalence شوية نبرى واحد الـ definition يا ترى هو المرض ده اقدروا يعني قبت عنده او تأسنته ايه او انواعه ايه دي اختلفت وبعدين انا بنكلم على حد normal ولا حد مثلا developmental delay في developmental delay كلهم عندهم فواحد يقولك 100% اقوله الناس مين السريب رابورسي واحد يقول لا ده انا مفيش حد خالص عنده في دي فكالت اقوله by definition شكله ايه طلعتم مين يعني فلاقوا بصينا للاستادي دي استادي لزيزة جدا بيشوفوا الامهات بالتليفون ابنك عنده مشاكل في الاجل او لا مشاكل يعني ايه يعني طب يحكيلي بياكم ازاي ويقدر يعرف منها فطلع انه عند السن السنتين نص الولاد كانوا by definition تقريبه نص 50% وبالسن عملت زيد يعني كان عايق جويس فامانت الله اهو يعني ما وانا بيبقى عند سنة كانوا مثلا تهديل في المية ويوصلوا عند سنتين 50% معناه ان كان في وقت بالداري كانتموا بتهديله بالغصب عن عينه واول ما بدأ يفهم بس الاول خرج عن السيطان فالنسبة ما كدش مجنة بدأ يتبانوا عكتر اوكي طب انهو manifestation الاشهر اشهر واحد بياكل عدد محدود من الاكلات هو لو كم حاجة كده بيلفي فيهم والحقيقة حكاية وعدد محدود من الاكلات هتلاقي يا الاب يا الام يا الجد يا العم يا العمل انه الموتوصومة الدومنت فيعيني الست الغالبانة مش بس دايها معي ايه اول ما تقول لها يعني هو بيأكل حادات معدودة تقول لك يا سلام اه فعلا ده اللي بدايدي جدا تقول لها هو مين تاني بس مكاة دا الجرح قدالي جزها كده وهو راخد كان بيكي most of the picky children are infants of picky parents تطلع الام برضو هلا يطلع الاب غالباً بيطلع الاب it's more common in males than females السوبيان اكتر من البنات هتبقى الرجال اكتر بالسلال تقول لك هو ما عندوش غير خضرين اتنين اللي بيقولهم والرص بقى لو مثلاً يا خابرابياد لو مثلاً زادت شعر تمال انتسم قال لي زنة او زاد زنة ايه ما خلاص الاكلة دي مش متأكلة ليه كتير كده؟ كم واحد من ايه احنا عاديين دول؟ 50% من اللي عاديين 50% عندنا picky behavior اوكي؟ والبطاطس المحمارة لو كانت طريية مش نشفة او نشفة مش طرياً قصد ايه؟ لينا كده تلكيك لكن في الاخر بيوار بيكي انوي ارستاني ايه؟ picky adults تاني واحدة عايز يشرب مش عايز ياتي ويقولك لا هو هو يشرب يا دكتور لما نوعصان توقنر عشان كده بتختف يعني وقال لك ميدلين بعدها سلوفيدا يحط الأكلة ببقه ويقعد يومضخ ومعيش حياتك بقالنا ساعة اللي ربعا والحاجة جوة ببقه وساعات العين ينام وتلاقي بقى عامل زي بتوع اليمن عارفين بتوع اليمن لما يزنه كده؟ قاد هو حاطت حتة كده تلاقي نحن وقتا في بلقه فكله ببقه آآ يعني عايز يلعب مش عايز ياكن ياليها يعني هو يخش كده يلاقيه وبعدين ياكلوا يهرب يعني يستخدر أكتر حاجة انه عايز يشرب أكتر ما عايز ياكل لكن مش عايز بالذات السوليكز كمان دي نسبة مش كتير عمي دي بعض الاستقز على لكن أهم من القصة بتاعت الايه؟ يا ترى هل ممكن تستمر لسن أكبر اللي كان بيرفض وهو صغير حيستنى يرفض هو كبير بالنسبة 80% بينما اللي كان كويس ممكن يبقى شرير لما يكبر بالنسبة 30% يعني انك راح يبقى كويس قوي مستجيب هو صغير ويموز برضو هو كبير يعني يندلع بقى يعني ما قولي يدلع و ايه؟ بس النسبة بتبقى حوالي مثلا 30% بينما امست كل انتو كانوا بدبين وهم وحشين وهم صغرين حيكملوا هم وحشين وهم كمان شاتور شاتور دي ايريني شاتور دي واحدة اللي هي اخترعت الفكرة بتاعت feeling difficulties mother of feeling difficulties وعند أكتاب جميل جدا باسم feeling difficulties وعطرت بنتو حتى كمان لو عايزين أبقى تلوكو chapter اللي هي كتباه عن موطوضة قوة نفسه بعين بعد كيش المحاضرة وشاكتر نفسه بمكتلوب ممكن أبقى تقول كوميل مش مشكلة خالص بنقرأ بقى ست نينة تفكر ازاي كنت معها سنة 2008 آآ عقارية متنقلة سنها ستقفلوا دا ماذا دا كان 22 سن ايريني قالت ايه؟ الورجانيك ولا لا وشوية لستة كده للورجانيك كوزيس من أولهم لآخرهم هنفوت عليهم قسة بعد شوية وبعدين نونورجانيك state regulation اللي بتكلم نفسي بعد زيت بتاع الضب نفسي خالص هيت يعني قلبتها نفسي خالص state regulation يعني تقييمه لذات ولنفسه منظم ولا غير منظم رؤيته للكنتكست الطفل نفسه دا عارف هو مين فين ولا جعلوه فايه؟ فنجعل اللي هي إفقاده شخصيته بالسيطرة العنيفة من الام المريضة او اللي ترسة بيه العلاقة بين الكيرجيفر والإنفنت رايحة جاية يعني مثلا اشق فيعنت فيعنت وفينا واحد هيغلب وخاليه مميلي بيغلب الطفل بس الكلام دا مش دينا كده كده للأطفال دارين عشان مرد الجوان انا معانا عيال مطلعة روح infantile anorexia مرض كده زي بتاع الانوريكسي للبوز هلسل في الأطفال السهرين sensory food aversion عند مشكلة هيجي نوع من الانواع اللي احنا مشروحه بالتفصيل بعد شوية post traumatic feeling and painful history في الدنيا اللي نصدر فيه phobia وعقدة reumination disorders بعد القمول الطفل عنده ارتجاع بس مش الارتجاع العاجل تاع الخلطة ربنا اللي بيرجعه دا بيرجع عافين الجبل الاقتراق دا اللي هو الايه يرجع بعد ما يبلع قلو ايه يرجع بقى ينطفجوكوا بقى ايه بقى ايه بيعمل ايه الودة بيعمل reumination وكنا فاكرين ان هي الميتة اللي ارتضت بس طلقت لا اخانس طلقت ان هي واحدة من المانفستيشن المساعات بسبب الام مش من دياله فرصة يمضخ كويت خد يبلع الاكل كتير جدا فعاول نفسه على هدك انه يكمل يكمل البر يمتر بعد ما يناه بيكا بيكا اللي هي اكل ان اكل حاجة حاجة ما بتتكلش بتلاقي الودي عمال ياكلتين ياكل الحيطة يمسك عط عطف الشباشب كل ديت ايه يا ترى المنتاليتي بتاع الجنوب بتاع feeling difficult زي وزي خالق ربنا مدام بيأكل حاجات تانية بيبشي كويس ولا وحش فعملوا وقالوا ايه لو دا بيأكل كويس الاندكس بتاعه 110 لو كان بيأكل عنده الوريكسيا لربودة باع اخفار الاسمالي الفنطايل الوريكسيا بيبقى تقريبا تقريبا بتتكلم في 100 اما لو كان بيكي فبتتكلم في حوالي 97 يعني الودي اللي ما بيأكلش خالص احسن من اللي بيأكل غلط كمياته صغيرة كمياته صغيرة لكن ما بيأكل كمياته صغيرة لكن ما عندوش مشكلة احسن من اللي بيأكل غلط فكله كاربوهايدرات ما ليش فيه بايته من زواله من الرز خالص والكونفريكت قدابنا هم شند وانا شند اول مشكلة الودة بقى عندو استجمة ليه؟ حيروح المدرسة وحيروحوا بعض المدرسة يلعبوا في منادي كلهم بيأكلوا اكل كويس زوي وادا ملوش الناكل اللي عارفهم هم مش معاه فحتلاقيه دايما واخد جام ويبجي بقى social stigmatized لكن ما عندوش اصحاب معظم اليولاد دول اصحابهم قليلين اول ازاق مش عشان الودة اوتستيك لا خالص مش عارف يلاقي خطوط اتصال بيه وبينزل وكمان الجراس بتاحهم يبقى limited تحت الفخت اكتر في اللي عندو فيه نيجي بروبليم عن اللي بعندوش وكمان كالسيوم وآيرن وزينج وفيتامين اي وبي سيكس وبايت المينرالز والفيتامينز طالعا ديفيشنت جدا ممكن يبقى عندو serious organic والserious unorganic او non organic pathology مع بعض الاثنين فنسلا لو وصلت ان organic ممكن بعد ما يخفوا من organic يستنى مرضو ما بيكلش لانو عندو non organic pathology او العكس بقى انا خالص انو بيجي عندو اصبح organic وبالتالي ساعدنا ندور على structural pathology زي اللي قدامنا هنا اللي بقى في في قلب الايه المساعدة او باع يعمل باع او اللي انا شف واحد طفل سنة ونص بابا دكتور في السعودية الواد وازده سبعة كيلو ونص نزل مصر نزل مصر بقى له سنة تلك يعني نخلي الفناك فعلى ما نزل مصر يدده مسكيته ما شاء الله وصل حداشر كيلو في الشهر ونص اللي هو بعدين قبل ما يمشه ثلاثة اربعة ايهان اضع الاك وفجأة بيريج ونزل بقى ستة كيلو ونص في اسبوع فما يجيلي ده اعمل في ايه ده اقوله والله لا الاكيول من غير ما بقى عنده لارينجايتس ولا فارينجايتس ولا فيفر ولا ضيارية ولا حاجة خالص لا يكون عنده مشكلة في حاجة في السكة يعني فالمهم في الطبيعي بنعمل باريام وبعدين قعد ندور في العيان ده طلبتله كنتوله تعال بسرعة عشان انت بستعج النعم المنزاري لقيت ايه في المنزار ربع السد السد اللي هو ربع الفرخة ده نصه بالطول واقف في النسافيج هو المال كان عنده بتاعت وكان نفسه ياكل بس فو استناس جدته عمل الده فكان كويس بس سد اتجرقت فزادت قوي فبالع فالداته قوي لدرجة ان الداته ايه نص ربع الفرخة كده بالطول فارح واقف في النسافيجة وشك طبعا دي كانت فعالي في المنازين خطيرة جدا بيه انا في الطبيعي فورن بودي بمسكه واشده او ازقه في القسط استومك ازقه لما يخش فيه عالاستومك اي فورن بودي كده طريقة بتاعتنا كده وفي الاستومك امسكه كويس بقى وفع تاني اه اجح ديشه ويقطع في ايدي وبعد انحقه ده قطع حتة بحتة انا بقطع عامل زي العصفور اللي بتشعر من البحث والبتاعة كبيرة كده وانا باخد مثلا وان ميلي وان ميلي وان ميلي حنققل نشتغل في المنزار مثلا بسي بساعدة طلعنا وروحت لطول بايو وعندوكو حاجة زي البونسييز انساين زي كده تست قال لك عندين انتيني شوية وروحت باسك المنزار الده وقعت تحت انجوه ليه الفارخة وسبنا الوقت ساعتين ثلاثة ورجعت ليه تبقى بتاعة كده رح نزق بيها فلسكونا مخلصة يعني قضية هابنز الفورين بوليز ممكن تبقى مبقودة بنشوف شوك السمك وبنشوف حتة العظمة بتاعة الفارخة اللي في السدر الصغره دي بالزاد مشكورة قوي حتة العظمة الصغره اللي مخمش هتخد جبال من هدية ورح ظلتها رح نتوقف بو شابكة ده بتشوفه كتير وبنشوف مارين فارين بوديز عجيبة جدا 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 لسه بطلع آآ فرشة سلام من معد الطفل وغطر كازوزة مشهول اول غطر ازايزة رش تلقيه ده قومنا دي بطلنا تشوفه مفيش حتة معافلوسها لكن الضياء بتاع الكازوزة دي سهلة جدا جدا انا لاقي الوقت دي ايه بلاحة ولازقه على البايرونس وخلاص مفيش اكل تاني خلاص عندنا سبع احتمالان هنلف فيه وعايزين بقى نبدأ من هنا ورايح وديدة شاركس اللي مع حضراتكم اللي ممكن توصلها فيها انك توصل تحط الطفل تابع كاتيبوري معين من دوري لان الكاتيبوري دا حيباله علاج مختلف عن الايه؟ عن العادي نبدأ واحد وواحد واحد عنده ارجاني منزيلة هاعرفه وخلاصه واحد تاني عنده ايه الاهل فاهمين غضب يعني حدالي واحد تالت عنده ايه ايه ايش تازم يبقى ايه نشي بيه للا هو نشاطه زي عفليت ايه واحد تاني ايه ايه وعنده ما تضلل واحد بعد كده سيليكتر هم كام حاجه اللي بي نقيهم او واحد نتبغس ودعبانه وعنده بيه واحنا مش عالفين عليك له بيه او خايف من الاكل الراشنال بتاعنا سهل جدا يموت يقوم على تان اربع ايهل نبرا واحد يعني اخلم وعشان تو يعني تسمع الاهل الساعات يبنى سامع الاهل هو باساس في الحل المشكلة 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 بالاساسية ان احنا ده كادر ايه مستان زحمة اللي رايحاله الناس زحمة والناس مش رايحاله دي السا الدنيا مش كليه في الماء وقوي مثلا انا جايز جايز حيقعد مع العيان ولا ما يعقلش احنا محتاجين نقعد مع العيان شو ثم لو شكيت نعمل عشان توصل لتشخيص تحط ليه مش ارجانيك بس انت اكمان هو واحد من السابعة دول ثم ابدأ مانش من كلاه نفوت عليهم بقى واحد وواحد كده كله افكر في ارجانيك انت لو لقيت دسفجة دسفجة في الاطفال ما بتبقاش سينس اوف لامب او كارين او 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 بصراق هو الطفل حييجي يبلع تحس المشكلة يعمل مبهود عشان يقدر يبلع عنده او ترايل تسوله بموفمت كأنه واحد في سجة مسدودة يبقى لازم هفكر ان ده ارجانيك مش ايه ماشي مع الارجانيك سواء مع الكوف او تشوكين او بيجيه ريكرة ترسبيلاتري انفكشن يبقى بلازم تفكر في ارجانيك وازنه قليل قبل ما تفكر في الان ارجانيك فكر في مين ارجانيك على طول شكرا